طب احنا معنا خالد جدالة عاوز يقولك حاجة كده نقول انت وحشتيني طبعا كابتن فتحي يعني تاريخ كبير يمكن لو اتكلمت عليه يمكن انا كان سمني صغير بس انا لعبت مع جيل العماليقة ده طبعا اللي كان بينضمله الكابتن فتحي كابتن فتحي لو اتكلمت عليه على المستوى الفني طبعا من احد اهم بكات ليفت اللجوم في تاريخ النادي الاهلي اللعيب طبعا على مستوى عالي وادى اداء بشكل طيب جدا لو على المستوى الاخلاقي طبعا كابتحي عمره معمل مشكلة في النادي الاهلي تقلد العديد من المناصب ابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين اللي دايما لما النادي الاهلي بيحتاجه او بيحب يستعين به في اي موقع هو ما بتأخرش على المستوى المهني طبعا والتدريبي بعد كده مدرب كبير درب منتخب مصر ومشتغل مع المرحوم الكابتن محمود الجوهري واشتغل مع العديد من المدربين هو مدرب طبعا على مستوى فني عالي جدا ففي كل على كل المستويات هو يعني ما فيش حد يختلف على الكابتن فاتحي موجود هو الكابتن فاتحي يمكن من وحنا بنلعب هو كان دايما بيحب يهتم بجسمه بيهتم بان هو مايزتش في الوزن بحافظ دايما على جسمه وعلى وزنه كان بيجي دايما قابلينا فط اللبس ببتدي يشتغل شوية على نفسه بشكل كويس جدا يمكن لما جي مستر هديكوتي في البدايات ما كانش معانا مدرب يمكن الكابتن فاتحي وهو بيلعب كان هو اللي بيسخننا وهو اللي بيمررنا في نواحي البدنية شوية في بدايات مستر كوتي يعني لغاية لما الجهاز اكتمل يعني فهو طول عمره زكريات حلوة جدا زي ما قلتلك في البداية وهو كلاعب طبعا كان لعب متميز هو من أحسن البكاتلفت اللي جم على في تاريخ النادي الأهلي وهو مدرب زي ما قلتلك اشتغل على أعلى المستويات لغاية ما وصل ان هو اشتغل مع كابتن جوهري في منتخب مصر وفي كاس العالم العديد من الأندية اشتغل فيها ونجح نجاحات كبيرة جدا على مستوى لما جي هنا في قطاع الناشئين ومسل قطاع الناشئين يمكن كابت فاتحي جيه انا كنت سال قابليه انا كنت نائب مدير قطاع الناشئين قبل ما ييجي وهو جي استلم مننا نجح برضو بشكل كبير جدا واي ابن من ولاد النادي الأهلي لما فعلا النادي الأهلي بيحتاجه في اي مكان بيلبي النداء على طول فكابتن فاتحي عمرنا ما سمعنا ان هو اتأخر عن النادي الأهلي او عمل مشكلة بالعكس فهو قدوة كبيرة جدا يحتزى بيها كل اللعيبة حتى اللعيبة الناشئين هو موقف كنا بنلعب منتخب السويس في السويس ويمكن ملعب السويس هناك مفتوح الهوى فيه بشكل كبير جدا كابت فاتحي ماشي من ناحية الشمال والمفروض كان بيعمل أوفر يعني فعمل القورة والهوى طبعا خدت القورة ودخلت جون احرز منها هدف بس طبعا كان السبب كبير جدا الهوى لان الهوى كان بشكل كبير جدا فاحنا طبعا من بعد الماتش دوان يعني كنا بنتكلم بقى معاه ايه اللجوان الحلوى وايه الشوط الجامل دوان فدي من المواقف الجميلة والاهداف الحلوى اللي جابها كابتحي ماشيون قاتولي ايه للكابتن خالد لا دا انا بذكر الكابتن خالد قوي 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 لانه جاب تاريخي يا لعيب جاب تاريخي يا مدرب كابتن فاتحي نعزلك على حاجة مالش بدون اعطي كلامك انت كنت راجل محترم جدا معا واش بقولها كده مجملا عشان معايا في البردامج لا انت كنت محترم جدا وكنت بيحترم الناس عشان كده الناس بتحترمك حمد لله عشان كده بقولي اللعيبة اللي موجودة الجيل الحالي انتو بتلعبوا في اكبر اندية بش في المصر لا دا في العالم دي حقيقة استغلوا حب الناس حب الناس دا بش سهل يا جماعة وادوك شايفين اللعيبة القديمة اللعيبة بتتكلم زي على الكابتن فاتحي سواء مختار او خالد جدال لو لسه هتشوفوا ناس تانية بتتكلم على النجوم وبتشوفوا قد ايه بتبقى عايزة حد بس ينكوش عشان يتكلم على النجم لا الكابتن خالد تتكلم كويس تتكلم بوقعية ويس جدا لان هو عاش معي برضو لعب فترة معي وكان زي مولتلك لعيب مميز كان ليه رؤية كويسة جدا كان في الحاجات السابتة طبعا مميز جدا وكان برضو بيتمتع بالاخلاق طيبة وهادي دي حقيقة وكان بيستمع يعني حتى بيستمع اللي نصايحنا بيستمع لحاجات كتير قوي وهو قال نقطة مهمة ان انا عندي عيش كل التدريب من ايه ما كنت حتى لعيب هنا لعيب ما دي هتكلم فيها معاك بس هو قال كلمة مهمة جدا قالك ان الكابتل فتحكا بييجي بدري كمان قبل التمرين بيشتغل واحد بيشتغل على نفسه زي ما بيشوف محمد صلاح السنة دي انا بيشتغل اه حب كده انا بيحب كده ما كلنا انا اشتغلت على نفسه كنت الجم ده حب الجم خش شوية طلاط شوية حاجات تقول للرجل الأمامية بيشتغل على نفسك انت عاو سبقا كويس اه طبعا وهدوكوتي من الناس اللي كان مقتنع بيك عشان عارف ان انت في اي وقت هلقيه طبعا الحمد لله وممكن الكابتل يتخلد انا بشكره جدا جدا على الكلام الجميل اللي قاله على الكابتل